لكن أين المضادات والدفاعات الجوية S-300 أو S-400 التي تمتلكها روسيا من مثل هذه المسيرات؟ يعني الصاروخ الذي سمنه مليون دولار يحتاج هذه المسيرة ربما لتنين أو ثلاث صاروخ إذا استطاع أن يسقط هذه الطائرة هذه الطائرة ليست هي يعني كلما صغر حجم الهدف تقل نسبة ظهوره على شاشات الرادار كلما انخفضت هذه المسيرات على سطح الأرض كلما صعب على أجهزة الرادار اكتشاف هذا الهدف وهذا الهدف ليس هو كل من المعادن ربما يتم صنعه من اللداء أو من مواد أخرى غير قادرة للكشف الراداري إذن الرادار هو يقوم بكشف الأهداف المعدنية يعني عندما تكون الطائرة أو جسم معدني في الجو تقوم أجهزة الرادار بتوجيه الأشعة على هذا الجسم وعندها إذا كان معدنيا تنعكس هذه الأشعة أما إذا كان غير معدنيا أو بعض الأجزاء المعدنية فإنها لا تنعكس هذه الإشارة ليصبح هدفا يتم تحويله من أجهزة الرادار إلى أجهزة الدفاع الجوي التي تقوم بدورها لتوجيه نيرانها الكان الصاروخية أو المدفعية بالتجاه هذا الهدف لذلك صعوبة في كشف هذا الهدف صعوبة في إسقاطه لذلك تصل هذه المسيرات إلى أقصى مدالها نعم هل تعتقد أن ترد روسيا برد كبير على مثل هذه الضربات كونها وصلت إلى الداخل الروسي؟ روسيا لم تدخر أي نوع من الأسلحة لضرب أوكرانيا هي استخدمت أنواع الطائرات لكنها تهدد الكاليبر والمسيرات الشاهد 136 الإيرانية التي ترسلها تباعا إذن لم توفر روسيا أي نوع من الأسلحة والصواريخ التي تمتلكها من الخنجر كينجل إلى كاليبر إلى عدد من أنواع هذه الصواريخ أرسلتها وضربت بها البناء التحتية وضربت بها القواعد العسكرية والسكك الحديدية والموانئ وخاصة أوديسا من أجل حرمان أوكرانيا من استخدام ميناء أوديسا المطل على البحر الأسود إذن روسيا لم توقف ستكون هذه المسيرات التي تصل إلى موسكو حافزا من أجل ضرب الأهداف داخل أوكرانيا بل هذه المسيرات الأوكرانية هي ردا على ضرب القواعد الأوكرانية وعلى المسيرات وعلى ضرب الأهداف المدنية الأوكرانية من مراكز الطاقة ومن المدن ورأينا بأن في أوديسا تم قصف حتى الكنيسة لم تسلم من الصواريخ الروسية لكن أستاذ أحمد واشنطن لا تشجع ولا تمكن أحدا من ضرب الداخل الروسي هذا ما صرحت به مرارا وتكرارا إدارة بايدن لكن هذا التطور الأخير بموضوع المسيرات لماذا تنع أمريكا بنفسها عن هذا التطور الخطير؟ أمريكا هي عندما تعطي أسلحة لأوكرانيا تشترط بأن هذه الأسلحة لن تستخدم ضد الأهداف أو ضد الأراضي الروسية باعتقاد الساسي الأمريكيين بأن لا تريد أن تجعل المعركة بشكل أكبر تتوسع بشكل أكبر أو يتم ضرب بعض الدول المجاورة أو ربما استخدام الأسلحة النووية التكتيكية أو القصيرة المدى أو غيرها التي هدد بها ميديديف وكذلك بوتين لذلك ترى أمريكا بأن انحصار المعركة في إطار الدفاع أو استرجاع الأراضي الأوكرانية هي الأجدى أما للأوكرانيين لديهم سياسة خاصة فيهم الأسلحة التي يصنعونها يستخدمونها ضد الأراضي الروسية وهذا ما يحصل في مجال المسيرات في قصف موسكو وقصف القواعد الأخرى في القرم وفي المدن القريبة من كورسك وبيلغو جرود وكذلك قاعدة إنجليز القريبة من موسكو والبعيدة بحدود 500 إلى 600 كم من الحدود الأوكرانية يعني لن تضرب أوكرانيا بصواريخ طويلة المدى أو قصيرة المدى عفوا أو أي صواريخ أخرى وأي أسلحة تأتي من الحلفاء لن تضرب بها روسيا لأنها لن تستطيع ضرب روسيا نعم يعني حتى الأسلحة التي قدمت لأوكرانيا من القنابل العنقودية وغيرها لم تستخدمها أوكرانيا داخل الأراضي الروسية ولكن تستخدم هذه في الأراضي الأوكرانية وعلى القوات الروسية التي تحتل هذه الأراضي نعم